أبي أحمد ينقل رئاسة الوزراء لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي سيتولى إدارة الحكومة بعد توجهه لقيادة جيشه في جبهات القتال ضد متمرد جبهة تحرير تيغراي وحلفائه من الفصائل الأخرى التي أصبحت تشكل تهديداً كبيراً خاصةً أمام التقارير التي تشير إلى تقدمها أكثر نحو آدي صبابا عبر استراتيجية الاستحواذ على الطرق الرئيسية باتجاه جيبوتي وعزل أبي أحمد عن المنافذ الحيوية لدول الجوار تحالف قواتي جراي نشر بالموازات في فيديو قال فيه إنه أصر أحد عشر ألف جندي من الجيش الحكومي في مشهد يوحي بالترويج لسيطرته على الأرض ومحاولة إبطال ما يعتبره دعاية آدي صبابا في تحكمها بالأوضاع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان عبر عن قلقه من فشل مساعي دفع جميع أطراف الصراع إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب التصعيد العسكري مشيرا أن اعتقاد كل طرف أنه على وشك تحقيق نصر ميداني زاد من التعقيد فيما استمرت الدول في دعوة رعاياها بالمسارعة في مغادرة البلد على غرار إيطاليا، تركيا، فرنسا وأمريكا التي وضعت ثلاث سفن حربية جاهزة في حال ما احتاجت الصفارة الأمريكية أي مساعدة وتحتدم المعارك حاليا بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي والمتحالفين معها في مدن لا تبعد إلا بـ 218 كم شمال العاصمة الإثيوبية في الوقت الذي تفرض القوات الحكومية حصارا على الإقليم وحديث عن معاناة 400 ألف نسمة من المجاعة داخله